الوضع في شرق المتوسط أحد أهم القضايا المطروحة أمام قادة الاتحاد الأوروبي وسيناقش الملف في ظل قلق أوروبي إزاء تصعيد المستمر بين الدول الأعضاء في الاتحاد وتركيا في مياه المتوسط وقد حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تركيا من أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن مصالح الدول الأعضاء وعبر الاتحاد عن التضامن مع اليونان وقبرص في النزاع ضد أنقرة كما دعت دول أوروبية إلى تسليط عقوبات اقتصادية ضد تركيا التي صعدت سياستها في شرق المتوسط بعد أن أرسلت سفينة مسح لاستكشاف موارد الطاقة في مياه متنازع عليها مع اليونان على الطويلة أيضا ملف تسريع المفاوضات مع الصين إذ يريد الأوروبيون أن تتمتع شركاتهم في الصين بشروط نفسها التي تنالها الشركات الصينية في الاتحاد الأوروبي كما تشمل المباحثات الاتفاق الصيني الأوروبي بشأن الاستثمارات التي تعتقد الصين في إمكانية التواصل إليه بنهاية العام مقابل تحذير أوروبيين من وجود عقبات كبيرة على الصعيد الداخلي من المتوقع أن يتركز جانب كبير من النقاشات حول وباء كورونا وتنسيق الجهود لمواجهته خاصة أن القارة الأوروبية باتت في موقع الصدارة من حيث عدد الإصابات بأكثر من 15 مليون إصابة وقرابة 350 ألف وفات في وقت تتعرض فيه الأنظمة الصحية في أكبر دول الاتحاد الأوروبي لضغوط هائلة بسبب موجة الوباء الثانية التي فاقت قوتها الموجة الأولى في مارس الماضي كما يبحث القادة الأوروبيون الخلافة الحاصلة بشأن ميزانية الاتحاد وخطة التعافي فقد أعاقت المجر وبولندا قبل أيام المصدقة على ميزانية الاتحاد وخطة التعافي الاقتصادي من تداعية فيروس كورونا والبالغة قيمتها 1.8 تريليون يورو وهو ما أغرق الاتحاد في أزمة سياسية حادة وترفض الدولتان آلية جديدة تربط تحرير الأموال الأوروبية باحترام دولة القانون واحترام النظام الديمقراطي ملف بريكسيت يحتل موقعا متقدما على جدول أعمال القمة حيث لا تزال بروكسل ولندن تعملان على التوصل إلى ترتيبات تنظم مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ظل عدد من القضايا التجارية الخلافية والتي تعرقل حتى اللحظة مساعيهما للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة ترجمة نانسي قنقر